ودلوقتي خلينا نتابع مع بعض أهم الأخبار اللي هتحصل النهاردة في سياق التقرير اللي جاي بالنسبة للأخبار اللي هتحصل النهاردة فهيبدأ جهاز الكسب غير المشروع اعتباراً من اليوم وحتى 30 مارس في تلقي إقرارات الزمة المالية لموظفي الدولة ممن تنطبق عليهم شروط التقديم خلال عام 2024 وانتهت أمس الأربعاء المهلة القانونية المحددة في قانون الكسب غير المشروع رقم 62 لسنة 1975 واللي بتلزم جهات الدولة المختلفة بإرسال أسماء الموظفين التابعين لها لجهاز الكسب غير المشروع خلال شهر يناير من كل عام النهاردة هتبدأ وزارة التضامن الاجتماعي صرف معاشات فبراير 2024 من فروع بنك ناصر الاجتماعي مع تيسير كافة الإجراءات لصرف معاشات فبراير من فروع بنك ناصر الاجتماعي النهاردة هيعقد في السابعة مساء مجلس إدارة نادي الزمالك مؤتمر صحفي من أجل الإعلان عن الجهاز الفني الجديد اللي هيقود الفريق في الفترة المقبلة ومن المقرر أن يتولى البرتغالي جوزي جوماز مهمة القيادة الفنية للزمالك خلال الفترة المقبلة بعد أن تم إنهاء الاتفاق معه على كل التفاصيل الخاصة بتولي المهمة مع الأبيض وبيعاونه تلات مساعدين أجانب بجانب مدرب مصري